وللحديث أكثر عن الحالة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني تحت انتهاكات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ينضم إلينا توفيق أحمد المحلل السياسي اليمني عبر سكايب من فيينا أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق مرحبا بكم بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة حياك الله بداية الأمين العام للأمم المتعدة أنطونيو جوتاريز حذر من مجاعة تهدد اليمن كيف ترى دور المنظمات الأممية في حل الأزمة الإنسانية في اليمن بعد ذي بدأ نود أن نؤكد مرارا وتكرارا وربما هذا يتقاهله المجتمع الدولي وخاصة على المنظمة الأممية عندما اليوم للأسف الشديد تصور بأن الأزمة الموجودة في اليمن هي أزمة قوع وأزمة إنسانية بالدرجة الأساسية الأزمة الإنسانية في اليمن هي إنعكاس طبيعي وبشع وقاسي للأزمة السياسية المتمثلة في إنقلاب جماعة مسلحة على الشرعية الدستورية وعلى خيارات اليمنيين الثورية التي خرج من أجلها اليمنيون في الحادي عشر من نوفمبر بإسقاط نظام علي عبدالله صالح والمطالبة بنظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه اليمنيون ذهبوا إلى مؤتمر حوار ثم انقلبت عليه جماعة الحوثي مدعومة من إيران ومن قوى أخرى محلها أقليمية لأسف الشديد لم تقدر موقف اليمن حق تقديره وبالتالي الأزمة الإنسانية اليوم هي إنعكاس لهذا الوضع وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص واليوم بعد أربع سنوات إلى خمس سنوات كان منسق الشؤون الإنسانية ربما أكثر وضوحا عندما قال كان المجتمع الدولي والمانحين كرماء في الفترة السابقة لكن يبدو أن المانحين الكرماء لم يعودوا يثقوا بالمؤسسة الأممية لم يعودوا يثقوا بالوضع اليمني هناك تقارير مفقعة تتحدث عن أن كثير من المساعدة لا تذهب لمستحقيها ربعين في المئة ربما من المنح لليمن تذهب لكرواتب أو تأميل موظفي هذه المنظمات إضافة إلى أنه ظهر إلى العلم واتهامات واضحة بسرقة المساعدات بين جماعة الحوثي والغذاء العالمي رصدت الكاميرا مساعدات أممية موجودة في جبهات القتال لدى جماعة الحوثي وبالتالي طبيعيا أن تتفاقم هذه الأزمة الإنسانية لسوء إدارة الأزمة الإنسانية ولعدم وجود خطة إنسانية واضحة لأن لا نذهب بعيدا لنذهب فقط إلى معسكرات النازحين الموجودة في مأرب وأطراف الحديدة وأطراف عدن وأطراف صنعة ماذا قدم لها المجتمع الدولي ما هو حالوه لمعرفة الصورة أكثر أستاذ توفيقي ألم تقف المنظمات الدولية وقفة قوية لهزيمة وباء الكوليرا في اليمن بالنهاية هي وقفت لكن هذا الوباء لم ينتهي إلى حد الآن اليمنيين ما زال ينطحنون ولا نستطيع نقول أن وباء الكوليرا وغير وباء الكوليرا كثير من الأوبئة تمر على اليمنيين واليمنيون يقاومون بأكبر قدر ممكن نحن نقول لا توجد تقديرات حقيقية ولا توجد منظمات محايدة اليوم على العرض يمكن أن تقيم العامر بالصورة واضحة وقدية وفاعلة نحن حقيقة لا ننكر أن هناك دور يتقوم به بعض المنظمات الأممية الكبرى لكن ما زلنا نقول بأن هذا الدور دون المأول بل أن هذا الدور يشبه كثير من النقص كثير من الأسئلة لدرجة أن اليمنيون فتح حملة عالمية بعنوان أين الفلوس بمعنى لا بد من المحاسبة لا بد من المكاشفة هناك تقارير إعلامية تتحدث عن أموال طائلة ورواتب خيالية في مقابل لم يتغير وضع اليمني شيء على هذا المستوى وبالتالي نحن نقول بأن الأزمة الإنسانية ليست أزمة سلة غذائية هي أزمة أو حزمة متكاملة سياسية واقتصادية وإغاثية واجتماعية وصحية على حد سوى في ظل كل هذه الظروف التي يعاني منها المواطن اليمني يصل خبراء عسكريون من إيران ومن ميليشيا حزب الله اللبناني إلى صنعاء كيف تقرأ هذه الزيارة وتأثيرها على أوضاع اليمن الاجتماعية والسياسية ومن ثم الصحية هؤلاء هم يأتون في إطار مخطط يعني في إطار التعاون القديم القديد منذ ما قبل سقوط العاصمة صنعاء اليمنيون وضعوا مجموعة من التساؤلات كيف وصل السفير الإيراني إلى داخل صنعاء ثم سؤال آخر كيف خرج مبعوث الحوث الذي عين سفيرا في سوريا هناك اتهام لجهات كثيرة نحن نعرف أن البر والبعر والقو من المفترض أنه مراقب من قبل قوات التحالف العربي وهناك اتهامات لطيران أممي ربما بنقل مسؤولين هنا وهناك اليوم قضايا اليوم إيران يعني لا يعز شيء أن توصل خبراءها إلى اليمن لكن بشكل عام هذا يؤكد أن اليوم الذي يدير اليمن بصورة فعليا هي جماعة الحوثية اليوم الحاكم العسكري لصنعها والحاكم الفعلي للمحافظات التي تحت سيطرت جماعة الحوثية هو السفير الإيراني الذي أعلن عنه وبالتالي هؤلاء يؤكد على أن اليوم المشهد العسكري والمشهد السياسي في الصنع ليس مشهدا يمنيا وإنما مشهدا إيرانيا يدار وفق أقلدة والإيرانيون اليوم حريصون على الاحتفاظ بالمكاسب التي حققوها في اليمن لأي حوارات قادمة سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع أدوان بيدا عندما يستلم الرئاسة ويحاول فتح ملف النووي من جديد وبالتالي الإيراني لن يفردوا في مكاسبهم على الأرض وهذا يؤكد على أن الإيرانيون وحزب الله يعمق قذوره وسيطرته وتحكمه في المشهد اليمن أمميا ودوليا ومحليا هناك الكثير يقول أن هناك بوادر لفشل محادثات الحل السياسي إذا ما فشلت هذه المحادثات ما هو التأثير ذلك على الأوضاع الإنسانية والإغاثية لليمانيين بالذات أنا لكون قديين وواقعيين لا توجد بوادر حل سياسي إلى حد اليوم بمعنى اليوم الذي يتم تداوله في الإعلام هو تتم تداوله أمس وقبل أمس وقبل قبله كلما ظهرت توارع على المجتمع في المشهد الدولي بدأ المحللون يقرؤون إنعكاساتي على الوضع اليمني هناك حوارات مباشرة وغير مباشرة ربما عبر الدوالة الإلكترونية لكن لم تفضي إلى شيء بمعنى أن الحرب ستستمر جماعة الحوذي لن توقف الحرب الأزمة الإنسانية ستزداد كارثية هذا أمر لا مفر منها اليوم لا توجد ثقة بين الأطراف لا يوجد إنكسار حقيقي هناك تشضي أكثر جبهات أكثر التقارير تتحدث عن 40 جبهة ربما تزيد هذه الجبهات من أجل الإنهاك من أجل الإرهاق لكل طرف لتحقيق مكاسبه على الأرض لكن الذي ندركه اليوم أن الحل السياسي في اليمن لن يكون نابع من اليمنيين مع أن المفترض الذي نؤكد على أنه ما حكى جلدك غير ظفرك بمعنى أنه لا يمكن أن يحل مشاكل اليمنين إلا اليمنين لكن إلى حد اليوم في ظل التقلق الإيراني في القرار الحوتي والتحكم بهذا المشهد القرار الحل والحرب هو قراراً إقليمياً دولياً لا قراراً يمنياً نعم التوفيق أحمد المحلل السياسي اليمني كنت معنا عبر سكايب من فيينا شكراً جزيلاً لك لانضمامك إلينا